بفيديو اليوم رح نعمل 3 اصناف من حلويات العيد المميزة ان شاء الله اليوم رح نحضرهم بعجينة واحدة وبحشوات معمول مميزة وغير مكلفة والطعم عن جد بشهي شوفوا لي هالتشكيلة مأحلاها كلهاتهم بعجينة واحدة والرسمة للمعمول ثابتة ما تغيرت قبل الشوي وبعد الشوي والبرازق ما شاء الله طعمتها رائعة وعم تقرش قرش تابعوا معي الفيديو تعالوا نشوف طريقة التحضير مع بعض بالبداية هون رح نحضر للعجينة رح يلزمنا للعجينة كيلو طحين ابيض زيرو او طحين ابيض متعدد الاستعمالات بالكوب المعياري بيطلعوا 7 اكواب ونصف رح ضيف عليه هون نصف كيلو من السمن البقري السمن هون عندنا لازم تكون لينة وباردة ممكن اكيد نستعمل السمن النباتي لكن انا بفضل للمعمول حتى تاخدوا نكهة طيبة انه نستعمل سمن حيواني هلا رح افرك اللطحين مع السمنة كتير منيح وبننعجن بشكل كتير منيح لحتى تتشكل عندي عجينة متماسكة كمية السمنة بالاكواب المقاص كمام تطلع عندي تقريبا كوبين ونصف لما بدنا نقيسة بدي تكون باردة هيك عجينتي بالمرحلة الاولى صارت جاهزة شايفين كيف تشكلت عنا عجينة متماسكة هلا بغطسيهم كتير منيح وبتركهم يرتاحوا بالبراد من تحت لمدة ساعتين بعد هيك هلا هيك لون ساعتين بالبراد عندي بتكون العجينة صارت عنا مثل الحجر وكتير قاسة منبلش نفككها بالمعلقة بهي الطريقة وبعدين بدنا نبلش نعجن فيها كتير منيح لحتى تصير عنا كريمية وناعمة كتير ضروري العجن بهي المرحلة وبدنا نستعجل شوي ما بدناها تبرد بين ايدينا يعني بدنا نعجنها بنفس الوقت بدت تن باردة بدون ما تسخن بين ايدينا هيك صارت عندي تمام كريمية وناعمة كتير هاي المرحلة اسمها تنعيم العجينة كل ما نعامتوا العجينة كل ما عطتكن رسمة احلى للمعمول بعد الشوي هلا هيك صارت تمام بتركها على جنب لبين ما حضر السوائل بننضيفون للعجينة بالنسبة للسوائل اللي رايح نضيفون للعجينة راح نحتاج لكوب ماء بارد جدا بقياس مئتين وخمسين ميلي وراح ضيف علي هون كوب من السكر بوزن مئتين جرام بالاضافة لثلاث ماء لأكبار قطر يعني شيرة لازم يكون القطر تقيل وبارد راح اخرط هون مع بعض كتير منيح لحتى يدوب السكر تماما طبعا هاي العجينة انا حضرتها معكم السنة الماضية بالفيديو المعمول ونتيجتها رائعة جدا بس اليوم حضرتها باكتر من صنف بتزبط بكل الاصناف اللي عملتها اليوم اللي هي اصابع التمر والبرازق بالاضافة للمعمول هلا هون راح نبلش نضيف السوائل بالتدريج وبدنا نلم العجينة لم بدون عجن من تحت لفوق بروس الاصابع بهي الطريقة ممنوعنا عجن عجن حتى ما يصير عنا تصير العجينة عنا مطاطية بتصير قاسية كتير بعد الخبز فبهي الطريقة ان شاء الله بتغضوا معمول هش وما بيكون قاسي بعد الخبز بمجرد انو العجينة تشرب السوائل فورا منوقف خلط بداية راح نلاقي انو العجينة كتير كتير طريقة وبتلزق باليد بس هلا لما نرجع الريح على المرة التانية بترجع بتتماسك تمام هلا بدي ارجع ريحها بالبراد كمان بدي اغطيها كتير منيح بدي اريح على مدة نص عبس وبعد هيك بنشتغل فيها هلا هون راح نحضر لسمسم راح يلزمني سمسم محمص طبعا منشتريه نيم ومنحمصه بالبيت بالفرن ونظل منقلب فيه لحتى ياخد لون دهبي فاتح ما بنا ياخد لون دهبي غامق بالنسبة للكمية السمسم عندي 400 جرام تقريبا 400 جرام من السمسم راح ضيفي عليهم معلقة كبيرة من السكر الخشن بالاضافة للمعلقتين كبار من القطر راح بلش افرك السمسم مع السكر والقطر كتير منيح لمدة لا تقل عن 5 دقايق لحتى تطلع ريحة السمسم بعد ما نعجن السمسم كتير منيح لحللاحظ انه ببلش يتكتل معنا منفك تكتل السمسم بمعلقة صغيرة موي منرجع من نعجن كمان كتير منيح هلا هم بدي اختبر السمسم كيف بدي اعرف ان السمسم عندي تمام نضغط عليه باليد هيك اذا لزق معنا تمام بدون ما يتكتل هيك بيكون نعرف انه السمسم تمام اذا تكتل معنا بيكون بدو موي واذا ما لزق بشكل جيد بيكون بدو شوية تقطر هيك عجينتي صارت جاهزة عندي بعد ما ارتحي تلاحظوا قديش رائعة وما بتشقق ومتماسكة رح اخذ بالنقطعة صغيرة رح بلش اعمل معمول وباقي الكمية برجعها على البراد لازم نشتغل بالعجينة برده حتى ما تغلبنا بالشغل مرش رشة بسيطة طحين على سطح العمل ومنعجنة عجنة بسيطة ونبلش تقطيعها حتى نشكلها بحسب حجم الالب يلي عنا بهذا الفيديو ما رح نحضر حشوات المعمول انا حضرتهم باكتر من فيديو سابق مشان ما يطول علينا الفيديو حاولت اختصر شوي بالنسبة للحشوة الاولى رح تكون عنا تمر عجنته بالسمنة بس وبالنسبة للحشوة الثانية هي جديدة كتير طيبة جربوها هي عبارة عن كاجم حمص مع زبيب بخلطهم مع بعض وبدفلهم معلقة صغيرة سمنة وشوية قطر كتير طيبة جربوها هيك بالنسبة لها دول حشوتين هلأ منرش رشة بسيطة طحين بقلب القلب القلب العضم ضروري نرشله طحين حتى ما يلزق ورح احشي العجوة بهي الطريقة نسكرها منيح مكان التسكير لازم يكون لفوق بشان ما يصير معنا تشوقات بالمعمول شايفين الرسمة ما احلاها همشي انه نشغل بالعجينة برده حتى ما اتعزبنا بالشغل خصوصا انه هلأ الدنيا صيف فبتسيح السمنة فورا بنسبة لتشكيل البرازق رح ناخد قطعة من العجينة ورح نمدها بشكل رول رفيع كتير وبعد هيك رح قطع لقطعة كتير صغيرة طبعا اكيد لازم تكون عن العجينة باردة منكور القطعة منلكة اول طرف بالفستق الحلبي المفروم وبعدها مناخدها على السمسون منضغطها اول ضغطة والتانية ومنرفعها هيك بتكون صارت جاهزة كتير طريقتها سلسة وسهلة همشي انه نرققها كتير منيح لحتى تطلع معنا مقرمشة ازا سمكتوها ما رح تقرش معكم ابدا لازم تكون البرازق كتير رئية كتير طريقتها بسيطة اول ضغطة بالاصابع والتانية ومنرفعها بنسبة لخبز المعمور رح يكون عنا فرن نمسخن كتير منيح قبل اربع ساعة على درجة حرارة ميتين وخمسين منحط الصينية على الرف الوسط ومنشغل من فوق فقط اول ما ياخد معنا لون دهبي خفيف كتير نطفي من فوق ومنشغل من تحت ومننقل الصينية على الرف يلي تحت بالنسبة لخبز البرازق مندخله على فرن ساخن على درجة حرارة ميت وسبعين شغال من فوق وتحت والصينية على الرف يلي تحت بعد عشر دقيق منرفع طرف قطعة ازا اخدت لون منطلعها فورا وازا ما اخدت لون منتركهن كمان خمس دقايق بس لازم نطفي اللي فوق حتى ما يحترق السمسوم تمام رح شكل اخر صنوف يلي هو اصابع التمر بالسمسوم اخدت قطعة عجين طبعا لازم تكون كتير باردة رشاة اطحين وعجنتها شوي وهلأ رح بلش افردها حتى تصير كتير رقيقة ومنقطع الزوايد من العجين لحتى ناخد شكل مستطيل وبعد هيك رح افرد التمر على شكل رول على طول العجين يلي عندي نضغط على التمر شوي حتى يلزب العجينة ورح بلش لفن بهي الطريقة والزايد من العجينة رح نتخلص منه وبعد هيك برجع بسكر رول كمان بشكل جيد هيك بيكون صار جاهز رح اقسمه بالنص ورح مرره بقلب السمسوم بشكل كتير منيح حجم القطع والتقطيع حسب ما بتحبه هيك بتكون عنا صارت جاهزة لاحظوا كيف كمية التمر بقلبه لازم يكون كمية التمر كبيرة والعجين الرئيئة تمام هحكي هون بالنسبة لخبز اصابع التمر فرنة بده يكون مسخن كتير منيح على درجة حرارة 250 بدنا نحط الصنية على الرف الاول من تحت والنار شغالة من فوق وتحت تاخد تقريبا عشر دقايق اول ما ياخد معنا الكعب لون دهبي خفيف فورا من طالعها من الفرن حتى ما كمان يحترق السمسوم من يكون كتير حازرين خلال الخبز وهاي نتيجة شغلنا ما شاء الله كل نوع اطيب وازرف من التاني شايفين البرازع ما احلاها مو محرق السمسوم وطريقة الخبز كتير ممتازة وما شاء الله عم تقرش قرش وريئة متل مشايفين طريقة الخبز كتير ضرورية بكل الاصناف اللي عملناها بتمنى انه تلتزموا فيها وهاي اصابع التمر شايفين لونها من تحت ما احلا ما شاء الله ولونها من فوق كمان كتير روعة ما شاء الله هشة والدوب بالتم دوابان هون الصنف الشكل الثالث من المعمول عملته بجوز الهند بس ما صورتلكم ياه وهاي معمول العجوة شايفين الرسمة ما احلاها سابته مو متغيرة كل وصفة اطيب من التانية بتمنى انه كنت فدتكن بالفيديو بتمنى انه تلتزموا بكل الملاحظات اللي ذكرتها بالاضافة لملاحظات الخبز راح تكون مكتوبة بوصف الفيديو حتى تتذكروها وتنتبهوا لطريقة الخبز لانها كتير ضرورية اخر ملاحظة هون حابة احكيها بالنسبة للبرازق بدنا نحفظها بعلب محكمة الاغلاق حتى ما تطرى ويتغير قوامها هيك منكون وصلنا لنهاية وصفتنا الحلوة اليوم بتمنى انه تكون عجبتكن وتستفادوا منها لعيد الاطحى المبارك ان شاء الله كالعام اشتركوا بقناتي فضلا وليس امرا والسلام عليكم وضوء وضوء اشتركوا في السلام اشتركوا في القناة شكرا